يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبة جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعة وما لقيت شغل صاحبي وحبيبي واخوي المعلم تيتي اللي فكرت بحمله يعني اخوك وحبيبك احنا انصيع ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات بس هادي يعني انا وانت واحد مثلا يعني والجروب السياح اللي طاشتوا منك وبيعتلوا نفس تمثيلك اه بس احنا اخواتي يعني وبعدين اللي في جيبي في جيبك انا معلم تيتي ودلوقتي بقى جايت مد يدك في جيبي مش كده الام الام بتبقى يعني الواحد بيهدم من الاهدم اصلا الام دي ما تتعوانش يعني مالها الحاج جالها مرض خطير يعني اسمه تيسي تيسي ايه تيسي تيسي وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني بس جي الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجة غير انها بتعطي تيسي 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 ده مبقاش عندها وقت انها هتتكلم يعني تيسي 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 ت بس بتامن جملتها أما محلك ده بقى ده فقر زيك ملزمنيش يعني يا معلمتيتي يعني حاطتني تحت سنانك وبالجز ما انت ياه ما خربشتني ودفرك طالني لما خلاص خربشك ايه ادي قفرة قصت والسنان خلعت والتسي تسي جيل امي خلاص إذ ربما انا عد عليك بكرة الام التماثيل وارميلك فلوسك ربنا خليك ربنا خليك ماشي بكرة بس اهم حاجة يعني انت جبل الفلوس على طول ده ايه القدب اللي حط عليه مرة واحدة ده بقى قللك الام يا معلمتيتي الام وبعدين بتحرصتوه للوقت وانا خايف اعتعيدي صراحة هو مؤدي اه مؤدي تسي 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 تخدي كمان يا معلمتيتيتي تشكر تخدي معاك تسي تسي تجيني كان Berlin сюда احلى رأيك احعموما بالشفة يا معلمتيتي تقولها للستة لوالدة اذا ربما انت بتطها العطس يا سيدي ما الدوق ايش اعني قات على كده يه اذا حبيت بيع حدومة كديني رنه ékحاضر يا سيدي معنى مقاسي غير مقاسك وزوقي غير زوقك دهurosد الي انت لابس شفاف يا معلمتيتي معقول يا اعبي لكن برضه بقى تديك رنة حاضر سلام عليكم على السلامة يا معلم خلاصة بعد يلا رجالة الحمد لله خلصنا من البضاعة ايه ده ايه ده دولة ده والله برافو عليك يا دولة بيعتي البضاعة دي كلها يا ابني بيعتي ايه انا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية لا ايه منت برضا دولة استكمنت لحد ما تكمم انت بتعلم الكلام يا لها في مستشفى الكلب يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخبق الخزوق اللي خده المعلم تيتي انت مش خد خزوق عادي انا اخيرا خلصت من البضاعة يا لها يا رمزي فاضل بس اخلص بقى من البزار اه يا دولة بقى نخلص بقى من البزار او بص نتخلص منه عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعثلي واحد يكون بيفنع من اللي انا بقوله بقى كده يا دولة ده زا كان انا بقى جايلك النهاردة بفكيرة جهنمية بخصوص بيع البزار ده فكري تيه بقى يا فكيك بص كويس يا دولة كشري مالو يعني المعلم زعزوع القصاب يا دولة مالو المعلم زعزوع اللي بناكل من عنده كشري يا دولة ايوا اخلص مالو اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولة هتقول ولا نفخ اكماله سمعته يا عم ان هو عايز اشتري المحل بتاعنا بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني لكن مادام عايز يشتريه وخدك انت كواسطة يعني معنديش مانع ان هو بتاعنا انت عرفت ازاي؟ ايوا دولة انا هقولك انا بقى وانا بضرب الكشري الاستباحية بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه بيقول للمعلم ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه واحنا بقى دولة مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض هو حر بقى بدم هو اللي عايز كده يشرب يا معلم هاهاهاهاها سأنا زعلان منك برضو يعني يا معلم زعزوع معقولة يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي ما أنا خفت أقول لحد على الموضوع دي يقوله جاي يكوش على الشارع كله وأنا ما بحبش هزعل حد مني هموما, اللي أكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من أول و الأخر تقصديه يعني أقصد يعني أن ما دايم إلا وجه الله ونعمة بالله بص يا أستاذ عادل أنا جالب أنفتح لك جوي بيني وبينك كار الكشر ده مش بتاعي ده كار أبويا وجدي وجدي جدي وهم اللي أكبرونا اشتغل الشغلانة دي ما هو برضي يعني يا معلم زعزو عطاعة الوالد والجد وجدي الجد وأكبر يعني مظبوط لكن ده مش غيتي الغيتي أكبر من كده بكتير أنا أطموحي مالوش حد يا سلام وقيت موحك في محل كشري يعني هتقلل للرز وتزود العدس لا أنا غيتي في الجصب ولش أنا حاسس إن القصب لو تحط على الكشري هيعجن يعني لا مش علينا أنا هفتع محل عصير جصب وفواجه وبكده نبجى ترجينا خطوة لجدام ونرايح الزبون طب هو الزبون عدم المغز يعني تعبان في إيه هجولك بيني وبينك الشطة عندي شديدة جوي ووعرة أو الزبون يأكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كبات قصب وبكده نبجى لأيحنا الزبون يا سلام عليك وعلى أفكارك عموما بص بقى يا معلم أنا المحل بتاعي قدي المحل بتاعك بالزبط شوف كده بما يرد الله هتدفع لي قديه بما يرد الله هدي لك مئة ألف جنيه خمسين ألف دلوقت وخمسين بعد شهر ونمضي العقد نمضي العقد بعد شهر لأ مش هينفع طب إيه رأيك تدفع لي سبعين ألف جنيه بس دلوقتي ومش عايز أي حاجة تانية بعد الشهر ونمضي العقد على طول دلوقتي عمرك عجيب يا أستاذ عادل أنا أول مرة أشوف واحد يفاصل اللي تحت ما هي المشكلة في اللي تحت يا سلام أخيراً خلصت من البزار وخلصت من البضاعة مش فاضل غير يا كرامزي عايز أقرص يا دولة حبيبي يعني أنا شايف كده بقى أن إنت معاك فلوس كتير قوي ها أنا عايز حاجة صغيرة يعني نسبة كده 80% يا ابنة أنا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم أخلص منك سافر بقى يا رمز حمدي إزاك حمدي عادل إزاك عادل وحشني إزاك حمدي والله بجد يا حمدي أنا مش عارف أشكرك إزاي يعني أنت عملت فييا جميل العمر كله بجد كنت أروح في أبو نيكلا يا معلم لا أما خلاص لا في أبو نيكلا ولا أبو فجلا خلاص ههههه أقصدك إيه؟ قصد يعني الشارع اللي في البازار بتاعك شارع الترولي ده تلق كده كنز وديق من الجنب فحولت على الشارع اللي بعديه أوسع شوية الشارع اللي وراك على طول وأجيب بقى الحفارات وأحفر براحتي يا عمو أنت عايز تحفر وخلهص أحفر يا عمو أحفر وعلى ضمان تانى لو أي حد يكلمك صدرنا أنا ما ننفعش أصحاب المحلات هيزعلوا عشان كده غيرت المصار غيرت المصار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عمو هم من اللي خطرانين يا دولة لا يعني هم هيلاقوا يعني بازار أحلى من البازار بتاعنا فين عشان يوعدوا يحفروا فيه يا غبي يا غبي أنا كده اتخرب بيتي هعمل إيه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت المضع عزي اتخرب بيتي اتخرب إيه بعد عني؟ اتبع يا عسافر يا رمزي اطلع على سويسرا إيه يا ربني سويسرا يا عم مش معنى أنت يلا يلا اتع برا اتكر على الله اتع برا احفر فيه احفر فيه انا فعلا ندمان على المدرسة اللي انت كنت معا فيها اتخرب بيتي